اشتركوا في القناة 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 حاليا ومن بعد ما تم تشخيص نوعا ما حالة دياله عائشة الاب والام وعائشة يستعدون ان شاء الله غدا الصباح ستدخل المستشفى او الكلينيك باش تبع عند هالدكتور اللي غادي ان شاء الله نتمنى ومن الله سبحانه وتعالى لان الفرج يجياله يدو قلش يا انا سبب حتحنا سبب حتى الوليدين تهما سبب المجتمع كله سبب لهذا احنا كنواقبوا الحالة دياله دياله عائشة باش مقسم الله ولو بالكلمة الطيبة ولو باننا نصلوا لمعاناة دياله دياله اللي يوصح به انا المشكل دياله اللي يوقع وهي ان الله سبحانه وتعالى ساجل الدعاء ديالنا والنداءات ديالنا وقام السيد المندوب السامي ديال وزارة الصحة بمساعدة ديالنا وأطباء كهما كذلك ساهموا معانا وانا اليوم مرتاح من اللي عرض باننا بنسي مريضة فيها غير فقر الدم وعنده شي حاجة في الماعدة ديالها فنسي غدني سبعوا لي هذا الشي ديالها وغدني ان شاء الله وبحول الله غدا تبشير المستشفى باش تنعس او مصحة ما هارف مهم غدا تنعس وغير يشخصوا لي هذا الشي وغدا نعرفه من بعد اشنو عندها ومشكل دبا اللي عندنا احنا دبا انا كنشكر السيد المندوب السامي وكنشكر زميع الأطباء وجميع وطر وزارة الصحة اللي مدت لنا هذه المساعدة يعني هذه البنية هادي باش تكون صحيحة تتايا بخير ان شاء الله الرحمن الرحيم وكنشكر زميع اللي عوننا يمن قريب يمن بعيد وكنشكر المحسنين وكنشكر زميع اخواني الصحافة اللي قاموا بواجب ديالهم معانا وكنشكر جميع الشعب المغربي وكنشكر جلالة الملك وكنحب ملكي وكنحب بلدي وكنحب وطني وكنطالب من جميع دوي القلوب الرحيمة الناس محسنين انهم يشوفهم من حالي لانني انا ما عنديت واستطاعتي هذا الترانسبورت بعدها دي المحل فيه بسير واجي فهمتي لاننا اضطر بذن محمدية انسان مكيم لكش تقوته اليوم ديال باش يعيش وكنطالب من جميع المحسنين وجميع دوي القلوب الرحيمة انهم يمدلين يد المساعدة لهذا البنيادي بمناسبة هذا الشهر الكريم اللي هو هالأبواب والسلام عليكم ورحمة الله أبو محمد فعلا هذا نبأ طيب نبأ مزيان الشي يملك اللقاء والخطوة الأولى والخطوة الثانية شوف كنقوله بالدريجة دريجة 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 الأولى أربي صحانا وتعالى كيسا أبو محمد رجالة عندك نشوف مفاتنا الأم الكبدة الكبدة صعيبة ووعرة ووعرة يعرف اللي حقها غلي مجربها الأب عنده الكبدة ولكن مش بها الكبدة الأم الكبدة الأم الصحة الحمد لله لقى المحسنين واخوتنا صحابة اللي ساعدونا في الظروف الظروف وده الحمد لله خاصنا بغنها باش نمشي ونجي ماكينش معنديش باش نمشي ونجي الضار بيدة اللي هنا يا رب الزاب صعيب الحال صعيب يعني المركوب غدا خاصني باش نديها ها باش نديها ها باش نديها ما عنديش ها باش نديها هي الاولى ما عندي والو وقد طلب من خوتي المحسنين وخوتي المغاربة اللي في قلبهم اسلامية را عارفاهم محسنين وعارفاهم اكرامين كي يكرموا اي واحد يعونون يقين مع المركوب وعلى الدرية باش نعرف ايش عندها الحمد لله بعدها من غادي يديروا له هادا ويديروا لهاتيو اتفقر الدم را خرج عندها فقر الدم وده بقى هاد الكاميرا الداخل باش على قبل الماق اللي عنده في المعيدة انشاء الله انشاء الله انشاء الله السادة المشاهدين والمحسنين والمسؤولين وكنشكروه بهاد المناسبة كل المتداخلين في هاد الميل في هاد القضية وفي مساعدة هاد الفتاة بس متقاش ضايعة بس كنا الضياع كتعيشوا شكرا للمندوب الجهوي ديال جهة الضربة دستات وزارة صحة شكرا لأطباء اللي وقفوا معها شكرا للمحسنين شكرا الموج اللابة شكرا لأي واحد ولو ساهم غير بكريمة الله يشافيها الحمد لله احنا المغاربة معروفين بالتكافل وبتعاطف معروفين بزر الحويش الان عائشة تخص لها واحد النوع من المعرض وهو فقر الدم لكن الادوية دياله ما ساهلاش صعيبة ابا محمد ميفاتنا الاسرة باكملها كتعيش في واحد الظروف ديال الفقر مقدع فقر صعيب فقر واعر ومن كلفوش على خوتنا المغاربة ولكن احنا الابواب ديال صيدنا رمضان الاجر المضاعف الاحسان بالاحسان والحسنة بعشرة امتالها تمنوا من الله فعلا على اننا نلقاو اللي غادي يخد بيد عائشة بنتنا خدنا فرد من افراد المغاربة اللي كتعيش العدب نتمنوا من الله سبحانه وتعالى لانه يشافيها من عنده العبد غير سابب ونتمنوا كذلك على اننا نكونوا بلغنا الرسالة ومتبعين الرسالة وتوصل الرسالة للقلوب الرحيمة ومسؤولين باش انهم يساعدوا لا نفوتوا فرصة ونسمعوا عائشة صاحبة هاد المرض وبطرة هاد الموقف اللي احنا فيه نشوفوا ارتسامات ديالها من بعد ما تم تشخيص نوعا ما المرض ديالها ريتها ما غدا ان شاء الله غدا تدخل باش غدا ديك العملية تيو اللي كيتكون فيه كاميرا وكيشوفوا فيه ماهو المشكلة اللي عندها اللي يجعلها مكتدوش المعدة الحمدلله القواطر ما عندهاش يعني نقولوش حاجة تقسجها فعنقها باش كتتخنق منك تاكل خليو الكلمة العيشة عيشة السلام عليكم السلام كيف بخيتي سوي الحمدلله ودب الحمدلله دبارة طبرة هم تتبعينك الحمدلله ومشنو كتحسي دبا حسب شو شوية الراحوة ومتاني شوية الخوف لا الخوف شوف الخوف هذي مصيفة ومسهيمات ديال الانسان لكن باش تبقي معدبة هذك هو الخوف الكبير اما باش تشخصي وتعرفي المرض ديالك و باش تعالجي منو مغسكش خافي تقوي وتكون عندك الإرادة انت 14 سنة وانت عندك الإرادة ومقاوموك تقاومي بتقضيش قاومي واحد شوية الحمدلله فإنشاء الله سوف تكون بيخير مستعدة انشاء الله ان دخلت الطبيب ان شاء الله ان شاء الله يكون بنتي خير وان شاء الله نسمعه خبار الخير ان شاء الله على انك تعافيتي وتشافيتي ورجعت صحيحة ديالك وفرحتي ممي متكوبة الحمد لله ربي كبير ربي كبير حمد لله ربي كبير ونحس بعشوية الامال ونشاء الله الفرش قريب إن شاء الله كنت مني قال خوتي مغاربي يدعو معي كوشي غايدة معك دي معي شي كوشي غايدة معك بني إن شاء الله ما كيشي حاجة اللي كتخوف أو لك إن شاء الله ديكون اخير يكون اخير الحمد لله دعوات ديلكم الله يجازيكم بخير خوتي مغاربي دعوات ديلكم مع عائشة مسكينة خيفة مملفاش ما عارفاش دعوات معها وهي كتبكي بدموع فيها أمل دموع فيها خوف دموع فيها ترقب للمستقبل ونتيجة ما سوف تعرضوا عليها النتيجة في هذه الطيب نتمنى ونتمنى ومن الله على أن أخوتنا المغاربة كم ما قلنا اللي قدر يساعد مادية ولي قدر يساعد مانويا يساعد واللي مقدرش بالدعاء وذلك أضعف الإيمان غير دعو مع عائشة مسكينة رها خيفة ورها مقبلة فعلا على مراحل أخرى في العلاج ما غاديش نكتر بزاف غادي رجع عند أبا محمد يعني كل شي متأثر حتى نحن نفسنا متأثرين لا حول ولا قوة إلا بالله العين بصيرة واليد قصيرة والزمان غلاب وصعيب بمحمد بنتنا عائشة هنقولوا بنتنا عائشة غدا ان شاء الله غدا دخل المستشفى وهذه ان شاء الله نسمعوا خبار الخير شنو بيتقول لنا وهذا اللي نقول لكم وهي أنا كن نشكر جميع الناس وجميع القلوب الرحيمة والناس محسنين ومولج اللابة كذلك ووزارة الصحة في شخصها المندوب السامي لوزارة الصحة تربضاء وجميع الأطور طبية لمن ممرضين ولمن أطباء أنا كن شكرهم شكرا جزيلا على يد المساعدة اللي قدموا لنا رغم أننا نحن مساكننا غيض وعفاء مذحان ناش معد ناش كنت من الله كنت من الله سبحانه وتعالى يا ربي وهذا الشهر المقبل يا ربي أنا كنت من كل واحد من أعماق قلبي حياة سعيدة والله يزين أيام جميع المغاربة وعاش سيدنا السلطان وآخر كلمة نقول حقق الله في الجميع ما يتمنونه حقق الله فيهم الرجاء أقربهم الأعيون وجعلهم محفوظين وبعنايتهم ملحوظين وأبقاهم الله ضخرا ودخيرة لخدمة الصالح العام موفقين تحتضل مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس داما له النصر بالتأهيد والسلام على مقامكم العالي بالله شكرا على هذه الكلمات طيبة أبو محمد رغم الفقر ورغم المشاكل ورغم المرض ورغم الهموم إلا أنه كي يدعيه مع المغاربة كي يدعيه معهم حب الوطن دافع به وهو بصحته وبقي كي يدفع بلسانه ولو بالدعوات كي يهزل أكف دياله الله سبحانه وتعالى على أن هذه المغاربة كاملين تحقق الأمنية ديالهم يا ربي تحقق الأمنية دياله وحتى هو فأنها بنيت وترجع لي بصحيحتها صحيحها في صحيحها أمي فاطنة أمي فاطنة يا أمي فاطنة مسكينة اللي الدمعها كتتحبس في العين ما كتقدرش بكي حتى قدم بنتها باش متألمش بنتها وهي ركز بكي في الداخل ديالها وأصعب ما يكون هو أن الأم كتتألم الداخل وما قادرش تبيينها أمي فاطنة أعيش إن شاء الله قد تدخل الكلينيك إن شاء الله إن شاء الله أنا كنت أشكر كل شيء وكنت ندعي معا مكاملا لموجه الجلابة وكل شيء اللي وقاب معنا والمحسينين والزارة المندوب والأطيبة وكل شيء اللي وقاب معنا وساعدنا والأخوتنا المغاربة وكل شيء ضمن الصحة والسلام إن شاء الله اللي وقاب معنا أي واحد وقاب معنا الله ووقف الصحة والسلام في هذا العواشر في هذا هذا وقف لي عامة البنية وما يعاوننا على هذا باش نعس وباش عن مشي ونجي هنا ما هديش باش نمشي ونجي قد تلك نقلب لهم والله يجازي أي واحد والله يجازي أي واحد وعش المالك عش المالك عش المالك والله يجازي كل محسين والله يجازي كل واحد حسب هذه العائلة هذه الأسرة حسبها ووقف معها أخوتنا المغاربة ما بقى لي إلا نقول لكم مدعيوا مع عائشة طلبت منكم الدعاء ما طلبتش حاجة كثيرة طلبت الدعاء باش أنها تخرج من هاد المرحلة بسلام يا ربي تشافيها وتعافيها يا ربي تكون معاها يا ربي توقف ليها أولاد الحلال لغا يساعدوها ويوقفوا معاها يا ربي تحنن قلوب المغاربة مولوا بالدعاء من أجل الشفاء ومن أجل الوقوف الجديد على رجليها لأن مسكينها موقش كتقدر تتوقف إلى هنا نقول للأستاذ المشاهدين كنتم معانا عبر المباشر ومن قناة مغارب نيوز بالضبط من حي البرادعة أو لدوار البرادعة المحمدية التعليق لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة